السلام عليكم اليوم راح نكمل الابجكتب الثاني من chapter 2 في الفيديو الاول تكلمنا عن الاحسس والفيسيولوجي of this axis اليوم راح نتكلم عن disorders of hypertheramic anterior pituitary axis اهم disorder عنا الhypopituitarism الcauses بداية كأي disorder عنا it could be inherited it could be due to head trauma it's the most common cause it could be due to inflammation but also it could be due to vascular damage vascular damage لازم نركز عليه لانه عنا clinical scenario حييجي بعد شوية أو clinical syndrome طيب الtypes عنا يعمل تكون sequential loss of function أو isolated deficiency ايش قصد بsequential loss sequential loss مثل ما هنا مضح لنا هيبدأ بي الgrowth hormone وما بعض مع الgonadotropin يصير لهم يصير لهم loss of function بعدها بعدها حييجي الtsh والacth واخر شيء الprolactin فزي sequence machine واحدة واحدة growth مع الgonadotropin بعدين tsh بعدين acth بعدين prolactin اما الisolated deficiency فيصير عندك growth hormone deficiency either spritic or familial حسب الكاز يعني عندنا الgonadotropin زي calman syndrome رح نحكي عنهم عندنا الacth tsh والprolactin هذي نادرة جدا وتكون كساين او كلا مليئش للpan hypopteoterism نصار عندك يعني pan يعني نصار عندك deficiency في كل الهورمون يصير عند deficiency في هذا الثلاث اللي هما esth والtsh والprolactin خلونا نتكلم عن الcalman syndrome الcalman syndrome الناس اللي عندهم هذا السندروم الgonadotropin releasing hormone ما يطلع فبالتالي اذا كانت female ما هيطلع عندها lh و fsh من الانتيري بطير واذا كان male ما هيطلع عنده testosterone فبالتالي ما عندي sexual hormones شغال عندي تمام فبالتالي ما حيدخل بيوبرتي او اذا بدت السندروم عنده وهو بدء البيوبرتي ما رح يكمل البيوبرتي فهذه common syndrome باختصار عنا مشكلة في مين في الgonadotropin طيب ثاني حاجة نو أتكلم عنها وهي craniopharyngeoma craniopharyngeoma لازم نعرف هو تصير في children و طبعا it's a tumor تأفقت الhypothalamic pituitary system بس كيف يبدأ هذا التيومر بداية عنا الdyencephalon وعنا stomodium stomodium هذا زي الانخفاض ما بين الbrain و الpericardium في الفيتس تمام في الامبريوم طيب ايش اللي بيصير عنا بداية في stomodium رح تبدأ يطلع لنا يطلع لنا rath pouch الراسك وهذه الراسك باوش طالع من استوموديوم ومعاها طالع الراسك stock طيب طالع من وعن استوموديوم الdyencephalon في المقابل هيطلع كمان بروز فالبروز هذا عندنا هيطلع لنا الفيتس والبارس نيرفوزا الراسك باوش تبدأ تكبر اكثر واكثر فتطلع لبارس distalus والبارس انترميديا دخلوا هذال الاثنين يلتسقوا مع بعض تمام ويكونوا لهذه حتصير البستيري البيتوتري وهذا الانتيري البيتوتري هل حتظل كذا لا الراسك ستاك حيبدأ يختفي سر الدي طيب ايش مشكلتي الكرانيوفرينجيوم من فهن تطلع تطلع من الريمانينت او راك باوتش شفين كيف كذا هنا عندنا رامانينت كيف تحس عندنا بواقي هنا فهي تطلع من هنا عند بعض الاطفال او اليونج ادولت فهذه هي الكرانيوفرينجيوم طيب هايبوبوتوتوريزم كيس ثاني على هايبوتوتوريزم هي الشيان سندروم تذكر كيف قلنا عندنا فاسكيلر سيناريو على هايبوتوتوريزم هذا هي الشيان سندروم تصير في البرغنينج متهم لما يصير عندي life threatening blood loss يصير عندي life threatening blood loss ايش اللي يصير هي يخفض بلد برشور في كل الجسم ما عندي اكسجن فبالتالي ما عندي لا دم ولا اكسجن رايح ل الانتيرو بتيوتري فبالتالي شاك فبالتالي ما عندي هورمون تطلع فهذا يسبب لي شيان سندروم تمام في البرغنينج ومم واخيرا عنا البيتويتري اديناماز اول شي لازم نعرف ان اي ديس فونكشن في الاكسس هذا للأدولت the most common cause هيكون البيتويتري اديناماز طب ايش the first manifestation حنشوفها الhypogonadism هي the first manifestation طيب يقولك it's usually benign الحمدلله and can autonomously secrete hormones بمعنى انه ممكن لحاله كذا التومر يبدأ يبدأ يطلع لي هورمون تمام فممكن يسبب لك hyperprolactinemia ممكن يطلع لي growth هورمون فهي يسبب لي acromegaly وممكن يطلع الا acromegaly l-acth it causes cushing طيب المايكرو طبعا هم نوعين البتويتري اديناماز نوعين مايكرو اديناماز حتكون less than one centimeter بالديامتر وعننا كم feature نبغى نركز عليهم اول حاجة اللي ميزها انه الهرمون الاكسس فعندي افراز هرمونات هي مايكرو بس تفرز هرمونات ما عنا pan hypo بتويتريزم it's treatable مثال عليها الكوشنج ديزيز طيب الماكرو اديناماز هناك في الاول التوم الكن صغير هنا اكبر شوي it's more than one centimeter per diameter هنا ماعطيني mass effect ايش يعني ماعطيني mass effect نشوف مثل ما احنا شايفين هنا هذه البتويتري gland هنا الهيبثالامس نازلة بالإنفانديبيلوم طلعتلي anterior و posterior loop طيب لما يصير عندي هنا enlargement او اديناماز او ماكرو اديناماز it will compress الاوبتك كيازم زي ما احنا شايفين هنا هذا الاوبتك كيازم هذا الاوبتك كيازم فلما يصير عندي enlargement it will compress الاوبتك كيازم فبالتالي يصير عندي mass effect يصير عندي visual loss مهمة جدا فالماكرو mass effect visual loss it's a large tumor with supra cellular extension associated with pan hypopteriturism فالفرق هناك ما كان associated with pan hypopteriturism وهنا associated with pan hypopteriturism زي ما احنا شايفين هنا هذا الاوبتك كيازم هنا enlarged already compressed الاوبتك كيازم compressed by adenoma فبالتالي ممكن سببلي visual loss وكيدا نكون وصلنا لنهاية الفيديو شكرا لكم الرفرنس هجم يسمى الاي lecture notes 2017 موسيقى موسيقى